وكيل مجلس النواب على الهواء مباشرة كما تتابعوا حضراتكم بيترأس وفد برلمان دول البحر المتوسط الذين يتابعوا العملية الانتخابية في محافظة الجيزة ومع وفد برلمان البحر المتوسط مع النائب محمد أبو عنين الذي يترأس وفد برلمان البحر المتوسط للوفد الإيطالي مع حضراتكم والوفد البرتغالي النائب محمد أبو عنين مع الوفد دول برلمان دول البحر المتوسط زي ما حاكم بتشوفوا داخل اللجان يتابعوا العملية الانتخابية الوفد الإيطالي وفد البرتغالي معاه كمان وفد المغربي النائب محمد أبو عنين بيشرح لهم طبعا هو رئيس الوفد وبالتالي رئيس البعثة بعثة برلمان دول البحر المتوسط دخلوا اللجنة اطمأنوا شافوا الصناديق شرح لهم النايب محمد عونين طبعا من يتحدث الإنجليزية أو الإيطالية أو البرتغالية وطبعا النايب محمد عونين يجيد الإيطالية بطلاقة طبعا والإنجليزية بطلاقة والفرنسية وبالتالي بيشرح لأعضاء الوفد دول برلمان البحر المتوسط وترأس هذه البعثة معهم طبعا السيدة سومية أبو العنين أيضا وفد الإيطالي قدام حضراتكم بعد طبعا بعد ما تفقدوا اللجنة أو إحدى لجان محافظة الجيزة والاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية بيتابعوا طبعا في اليوم الأول والساعة الأولى لعملية التصويت وطبعا يتم طبعا توضيح بعض التساؤلات لهم عن طبعا قضاء المشرفين على العملية الانتخابية ويتابع النائب محمد أبو العنين أيضا عملية التصويت وعملية الانتخاب وطبعا هناك داخل اللجنة الانتخابية بصفته رئيس بعثة برلمان دول البحر المتوسط هنا الصفة اللي موجود بها النائب محمد العنين ليست البرلمانية في مصر ولكن بصفته رئيس بعثة برلمان دول البحر المتوسط وبالتالي معها تصريح زي ما حاكم شايفين كده بيدي له حق مرور على أي لجنة عم السعود جمهورية زيه زي يكون البعثات الواخدة موافقة ومعها البعثة اهو قد البرلمان دول البحر المتوسط معها وفد ايطالي وفد برتغالي وفد مغربي وفد فلسطيني وفد ليبي موجودين ضمن برلمان دول البحر المتوسط الذي يترأسهم النائب محمد عمد العنين ووكيل مجلسة النواف ولكن هو موجود الآن ليس بصفته وكيل برلمان مصر ولكن بصفته رئيس برلمان دول البحر المتوسط المشارع عمر مروان وزير العدل أيضا موسيقى